ما انت لازم تروأ على أعصابك شوية من ضغط الشغل والبيت والزهق والإرهاق وعشان احنا بندور على راحتك وازاي نطلعك من المود قولنا نحل يومك بجلسة مساج متاح عندنا كل أنواع المساج بأيدي ناعمة والعروض خيالية أسعار جلساتنا بتبدأ من 200 جنيه وده على حسب نوع الجلسة وعلى حسب جنسيات العاملات بالمساج ولو مش قادر تنزل من البيت فما تتعبش نفسك خالص مساجك هيجي لك لحد باب البيت أيوة برايفت وبسرية تم ومتاح عندنا مدربات مصريات وسوريات ومغربة وأجنبيات وكله على حسب اختيارك ولأي استفسار آخر توصل معانا على الأرقام دي وده يا صديقي كان واحد من إعلانات مراكز المساج الغير مرخصة والمجهولة الهوية واللي بنشوفه كتير عبر وسائل التواصل الاجتماعي علشان تعلن بشكل يومي عن نشاطها الغير أخلاقي تحت مسمى جلسات المساج اعلنت في مضمونها ترويج للدعارة وممارسة الرذيلة صديق المشاهد لو عايز تعرف ازاي المراكز المجهولة دي لسه موجودة وتكتشف بنفسك هي ازاي بتمارس نشاطها الغير أخلاقي علشان تقدر تاخد بالك من الوكر ده وما تقعش فيه وتعرف تفرق بين اعلانات مراكز المساج المرخصة والغير مرخصة يبقى لازم تكمل معنا الفيديو للآخر بس قبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد صديق المشاهد اكيد ملاحظ انتشار ظاهرة نشر اعلانات فيها عروض مغرية عن المراكز الصحية للمساج والتدليك على السوشال ميديا لكن الحقيقة هي مراكز مجهولة وغير مرخصة وبقر لممارسة الضعارة والرذيلة وهنا يا صديقي لازم تاخد بالك قوي وتعرف انها شبكة من شبكات الضعارة اللي مش هتعرف تروج عن نشاطها غير عن طريق السوشال ميديا وطبعا بصورة غير مباشرة ولو هتسأل ده بيحصل ازاي ودور الرقابة فين هقولك تعال عرفك الاول ده بيحصل ازاي بص يا صديقي مبدئيا كده المركز ده بيبقى عبارة عن شقة سكنية او فيلا وبييجي شخص ما وبيأجرها علشان تكون وكر للنشاطه الغير اخلاقي المهم انه بعد ما بيأجر المكان ده بيبدأ يجهزوا بكل المعدات والمستلزمات اللي هتخلي المكان ده يكون مركز صحي لجلسات المساج والتجهيز موقفش عند كده لا طبعا ده بيكون عنده فريق عمل كامل اغلبه من السيدات المدربة او بمعنى اوضح مدلكات وده على حسب الوصف الصحيح ليهم لكن هم هنا مش بيكونوا خرجين كلية تربية رياضية ولا ده كترة علاج طبيعي يعني مش اهل تخصص بيكون لباسهم غير لائق بالمهنة اللي المفروض بيمتهنوها واعمارهم بتكون من بداية العشرينات لحد منتصف التلاتينات يعني ريعان الشباب من الآخر وبكده بقى المكان مهيأ لممارسة الضعارة ودي شبكة اجرامية بكل المعاني وهقولك ليه بس استنى عليها شوية جهزنا المكان ظاهريا وباطنيا خلاص وكله تمام يلا بينا بقى ندخل على مرحلة الدعاية المراكز دي بتعلن عن نفسها على وسائل التواصل الاجتماعي وبتقدم عروض مغرية للراحة والمساج ولما حضرتك تقرر فعلا انك تخرج من المود وتعمل جلسة مساج على طول هتلاقي قدامك انواع مساج جتير وعروض وبكتجات اكتر وكل حاجة بقى وليها سعرها عندك مثلا بكتج فيه حمام مغربي وجلسة مساج 30 دقيقة او جلسة استرخاء او ريلاكسيشن وهتكون مدتها زي ما انت عايز ومش بس كده ده انت كمان هتختار المدربة بالمواصفات اللي انت عايزها اظن كده الامور واضحة يا صديقي وللسه موضحلوش الصورة فهنا بنقصد العلاقة المحرمة ودلوقتي يا صديقي لما هتقع في الحفرة دي وتيجي تروح المراكز دي هتلاقيهم بيبعتولك عنوان قريب من مكانهم مش عنوانهم الحقيقي وحضرتك اول ما توصل مش هتلاقي اي علامة ديلك على المركز فعلى طول هتتصل بيهم علشان تعرف توصلهم وهنا هتلاقيهم بيقولولك هنبعتلك حد ياخدك وهنا انت لازم ترجع على بيتك على طول علشان لو فضلت واقف هتلاقي واحد جايلك من بعيد وفي الاول هيبص عليك علشان يتأكد لا تكون من الشرطة ولا حاجة وبعد ما يتأكد انك زبون عادي هيقرب منك ويجيلك علشان ياخدك للمكان بتاعهم تعالى بقى دلوقتي نعرف ايه اللي بيحصل جوه بشهادة بنات اشتغلوا في المراكز دي بنفسهم وحكوا التفاصيل اللي هقولهالك دي في مكالمات تسجلت ليهم وتسربت ده غير طبعا اعترافات البنات اللي اتقابض عليهم واللي فيه بنت منهم بتقول كل اللي بيحصل في العلاقات الجنسية احنا بنعمله سواء للبنات او الرجالة وعلى حسب الزبون ما يطلب في الاول الموضوع كان عادي بالنسبالي لكن بعد فترة لقيت ان الموضوع بقى مؤرف وهنا يا صديقه هي تقصد انها بعد ما جمعت فلوس كتير ما بقتش محتاجة للشغلانة دي خلاص وبنت تاني اعترفت وقالت انا اول شهرين ليا في المركز ما كانش فيه اي حاجة وكنت بتعامل عادي جدا وبكل احترام ولما صاحبة المكان شافت اني بتعامل كويس مع الزباين جات وقالتلي ان مش ده الشغل وان الشغل الحقيقي هو مساج من نوع خاص مساج بكل الانواع ولما سألتها يعني ايه قالتلي يعني مساج بطعم علاقة جنسية بينك وبين الزبون وانا وفقت وبعدها بقى ده شغلي الاساسي وبقى مرتبي بيوصل لتلات تلاف جنيه في اليوم والزبون لما بيتبسط مني بيديني فلوس اكتر بس المديرة او المدير بيبقى ليهم نسبة طبعا وقصادها انا بيبقى لي مكانة تانية خالص عنده او عندها على حسب مين صاحب المكان وبعد كده الامر اتطور وبقيت اروح للزباين في بيوتهم وفعلا لقيت ان الموضوع مديا مجزي جدا وانا في البداية كنت مبهورة بالفلوس اللي بخدها في اليوم الواحد لدرجة ان بقيت بشتغل وقت اضافي علشان قدي الاهلي فلوس اكتر عشان محدش يسألني رايحة فين وجاي منين ورجع متأخر ليه يا صديقي بعد ما سمعنا الاعترافات دي وجينا حسبنا الدخل الشهري اللي البنت دي بتقول عليه على حسب كلامها فهنقول انها لو بتاخد تلات تلاف جنيه في اليوم يعني في الشهر بتقبط تسعين الف جنيه وده طبعا لها هي لوحدها ما بالك بقى بصاحب المكان اللي شوف بيبقى مشغل عنده كام بنت وبياخد فلوس قد ايه من وراء شغلهم ده وهنا انا بتكلم عن النسبة اللي بياخدها من البنات بيكسبوا كتير يا صديقي كتير قوي والحقيقة ان الكلام ده ملوش غير تفسير واحد بس الا وهو ان الناس دي عايزة ثروة وفلوس من الحرام طب يا ترى كده الامور وضحت شوية ولا وضحها لك اكتر بس المرة دي هتبقى بشهادة صحفية من مجلة روزال يوسف اللي قررت انها تقوم بتمثيلية على واحد من القوادين اللي بيروجه للمراكز دي على السوشال ميديا وكان القرار ده بالتحديد وقت فيروس كورونا واللي قالت في تقريرها انها بمجرد ما عملت بس تعليق واحد على احد البسطات الخاصة بالمساج وكتبت فيه انها مدربة وبتدور على مركز تنضم ليه في العمل وفورا دخل واحد كلمها على الرسائل الخاصة وبدأ يسألها انت مدربة وبتدوري على شغل بجد ولا دي هواية ولا ايه ومش بس كده دي قالت ان الكلام فضل مستمر بينهم وعرفت منه تفاصيل كتير وكانت هي هي نفس التفاصيل اللي البنت لسه ايلها من شوية لكن هنا فيه شوية حاجات زيادة لانها لما سألته هو فيه تنوع في العلاقات بغرض الاستفسار عن الميول الجنسية للزباين بمعنى اوضح كانت تقصد الشزوز الجنسي وهنا كان ردوا عليها جملة واحدة بس انتي هتشوفي العجب واكد لها ان الزبون مش لازم يكون راجل بس ده ممكن يكون ست او راجل وست فعلا كانت جملة هتشوفي العجب اسمع لمسمى واللي اكد الكلام ده كانت شهادة بنت تانية لما قالت ان صاحب المكان جي في يوم وطلب منها انها تلبس ملابس شفافة في الجلسة بتاعت اليوم اللي بعده وتاني يوم لما البنت رفضت تلبس اللبس ده هددها صاحب المكان بانه مصورها وهي بالملابس الشفافة وهي في جلسة قديمة وقال لها النهاردة جلستك في الاوضة دي وزبونك النهاردة بنت زيها زيك فياريت تلبسي نفس اللبس الشفاف تاني وقالت البنت اللي شغالة دي ان الاوضة اللي صاحب المكان شاور عليها دي بتاعت الشواز جنسيا بس مش بقولك يا صديقي شبكة ضعارة كاملة واعمال غير اخلاقية وهنا بقى وبعد كل اللي سمعتو اكيد هتسأل هو دور الشرطة فين هقولك يا صديقي ان الشرطة بتقوم بمجهوداتها وبتتتبع المراكز دي عن طريق الاعلانات اللي بيعرضوها على وسائل التواصل الاجتماعي وبيتمكنوا من الابض عليهم وتشميع المكان ولكن اعداد مراكز المساجي الغير مرخصة لا تحصى ولا تقدر للأسف وطبعا من كترها ومن كتر اعلاناتها بتشوه سمعة المراكز المعتمدة واللي فعلا لها فوائد وبتقدم جلسات مساج علاجية وعلى شال ما تفقدش الثقة في المراكز الصحية المعتمدة انا هقولك ازاي تعرفها سنة 2014 صدر قرار رقم 463 عن وزيري الصحة والشباب والرياضة القرار ده بيقول ان نقابة المهن الرياضية هي فقط المسؤول عن منح الشهادات اللي من خلالها بيتم توثيق واعتماد المراكز الصحية واشترطت ان المسؤول عن المكان لازم يكون خريج كلية التربية الرياضية وان المدلكات اللي هما المدربات يعني لازم يكونوا حاصلين على الدورة التدريبية اللي بتقدمها نقابة المهن الرياضية او يكونوا خريجين كلية التربية الرياضية نفسها والعاملات في المراكز دي لازم يكونوا مصريات فقط ويكون في موعيد محددة للرجال ومنفصلة تماما عن موعيد النساء ويكون المكان متعلق في كل الشهادات المسجلة المعتمدة اللي واخدها المركز من نقابة المهنة الرياضية ومن الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب ومن إدارة العلاج الحر فأنت يا صديقي لما تروح لأي مركز صحي لازم تاخد بالك كويس وتسأل عن كل التفاصيل اللي أنا ذكرتها لك وتتأكد من اعتماد المكان لأنك لو روحت مكان غير مرخص زي اللي تكلمنا عنه في حلقتنا فأنت يا صديقي مش بس هتكون بتتعرض لممارسة الدعارة لأ دا انت كمان هتصاب بالأمراض الجلدية الخطيرة حتى لو قمت بعمل جلسة مساج عادية فقط من غير ما تعمل أي حاجة حرام وده بسبب الزيوت الرديئة اللي بيستخدموها في تدليك الجسم واللي هتكون سبب في إصابتك بمرض شرطان الجلد وبكده انت هتبقى قدام بوابة انتشار الأمراض اللي لازم تاخد بالك منها والموضوع مش هيقف على إصابتك بالأمراض بس لأ دا انت ممكن يتقبض عليك بتهم التواجدك في مكان بيمارس الدعارة لو معات جلستك صادف الوقت اللي الشرطة هجمت فيه على المكان واللي طبيعي هتقبض على كل الموجودين فيه وهنا القانون مش بيحاسب على النية وملوش دعوة انت عارف المكان دا موبوء ولا لأ وهيتم سجنك ولو دا ما حصلش فهتكون معرض للأتل لان فيه أماكن منهم بيتجروا في الأعضاء اما بقى لو رايح بغرض تاني فانت بتعرض نفسك للأمراض الجنسية والأمراض الجلدية بسبب العلاقة اللي هتعملها مع المدربة وأكيد كلنا عارفين سرعة انتشار ونقل الأمراض دي ومش بس كده دا انت ممكن تتعرض للابتزاز لان بيتم تصويرك وبعدها بيبتزوك بالفلوس ويتدفع يتفضح مش في بداية الحلقة قلتلك انهم عصابة وشبكة إجرامية بمعنى الكلمة ودلوقتي كلنا محتاجين نعرف هو مين المسؤول عن الظاهرة دي وإيه أسباب انتشارها هقولك يا صديقي المسؤول الأساسي والأول عن المهزلة دي هو مركز الحي للمنطقة اللي فيها المركز وده بسبب غياب دوره الرقابي اللي المفروض بيقوم بدوريات التفتيش المستمرة في الحي كله لكن للأسف بيتم التكاسل عن الأمر ده أما المسؤول التاني فهي الرقابة الأسرية واللي بدورها هتحمي أبنائها من الوقوع في مخاطر إعلانات المراكز الغير مرخصة اللي بتتعرض كل شوي على السوشال ميديا واللي بتكون الفخ الأساسي لسواء مدربة أو زبون وللأسف ظاهرة المراكز الغير مرخصة دي موجودة في دول كتير مش في مصر بس وطبعا الحكومات سواء في مصر أو الدول العربية بتقوم بدورها على قد ما بتقدر وأكتر فمثلا الشرطة في دولة المغرب هتلاقيها بشكل دوري ومستمر بتقوم بشن حملات لتفتيك شبكات الضعارة اللي بتتم تحت مسمى جلسات المساج وهنشوف كمان شرطة دبي لما رصدت الظاهرة دي وتتبعتها من خلال أشخاص قاموا بتوزيع عدد كبير من البطاقات الإعلانية في الشوارع واللي بتعلن عن مراكز مساج غير مرخصة وفعلا تم القبضة عليهم وتقفلت كل المراكز اللي كانت تبعهم واللي أرشادوا عنها بس اللي عايز أقوله لك هنا مش معنى أن الحكومات بتقوم بدورها على أكمل وجه وبالأخص حكومات الدول العربية يبقى كده خلاص الظاهرة دي انتهت للأسف لا يا صديقي علشان لسه دورك أنت في التخلص من الظاهرة البشعة دي واللي بيتلخص في أنك تتأكد من اعتماد المكان اللي أنت هتقوم فيه بعمل جلسة المساج ومش أي إعلان تشوفه تصدقه وتغريك عروضه وأسعاره وآخر حاجة هقولها لك يا صديقي في الحلقة لو بتفكر أنك تزور ماليزيا اوعى تروح منطقة بوكت وتمشي في شارع اسمه شارع العرب لأن طول ما انت ماشي في الشارع ده هتلاقي بنات أسيويات بيوزعوا عليك ورق دعاية الجلسات التدليك ولكن بلغة الجسد هتلاقيها بتعرف توصل لك الغرض الحقيقي وبكده تكون خلصة حلقتنا هستنى رأيكم في التعليقات وما تنسوش تقولوا عايزين مواضيع ايه نعرضها في القناة وتشوفوا المواضيع اللي فاتت وتستنوا المواضيع اللي جاية وتعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وبس كده سلام اشتراك في القناة وترجمة نانسي قنقر